قصة معطف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المسجد لأجل أداء صلاة الجمعة كان يرتدي معطفاً وكان يحرص على التطيب وقتها عند ذهابه للمسجد رآه أحد الصحابة وطلب منه المعتف الذي يرتديه فقام النبي بخلعه له وعاد إلى بيته للارتداء معطفاً قديماً له عندما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم المعتف للصحابي شعر بالحرج من طلبه وأراد أن يعيده إليه مرة أخرى ولكن النبي رفض عندما توفي هذا الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بدفنه مرتدياً ذلك المعتفة قصة كرم سيدنا عمر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على إنفاق المال في الصدقات وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرص على الذهاب مسرعاً حاملاً النقود التي يريد التصدق بها إلى النبي عندما أعطاهم للنبي سأله أيضاً ما أبقيت لأهلك؟ فأجابه أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله كان ذلك الموقف مثيراً للإعجاب لدى سيدنا عمر رضي الله عنه الكرم هو من أجمل الصفات التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان وهو مفتاح للتواصل الإيجابي وبناء العلاقات الطيبة ترجمة نانسي قنقر